أعلن الجيش السوداني أنه بالرغم من سرعان الهدنة لمدة 72 ساعة والتي توافقت عليها القوات المسلحة إلا أنه تم رز الكثير من الخروقات التي تقوم بها ميليشيا الدعم السريع المتمردة أشهر الجيش السوداني إلى أن تلك الخروقات تمثلت في استمرار التحركات العسكرية للمتمردين داخل وخارج العاصمة ومحاولة احتلال مواقع وتقييد تحركات المواطنين فضلا عن السعي للسيطرة على مصفى الجيلي بغرد خلق أزمة في إمدادات الوقود بكامل البلاد فضلا عن رز تحركات لأرتال عسكرية نحو العاصمة وذلك لتنفيذ عمليات عسكرية وسعة النتاق في الخرطوم كما أوضح الجيش السوداني أنه تم رز حدوث تعديات كثيرة على مقرات البعثات الديبلوماسية مشددا على أنه بالرغم من التزامه بالهدنة إلى أنه سيحتفظ لنفسه بالحق الكامل في التعامل مع هذه الخروقات الخطيرة ومحاولات الميليشيا المتمردة في استغلالها لإنقاذ موقفهم العملياتي المتدهور ترجمة نانسي قنقر